السلام عليكم وعدنا للعبة جيم ديف تايكون واليوم وصلنا لمكتبنا الجديد معنا مليون فاصلة 8 وصلنا تقريبا الحلقة الماضية طبعا كليل شرح ما فيني اشرح وما فيني عيد حتى باختصار صعب ان عيد كل شي صار معنا كل شي بقوله انه لازم كحرام يعني ما تشاهدوا اللابة او استسلم اولا لا تفهموا كل شي خصوصا اللابة تدعم العربية بتا تدعم العربية بشكل بتا كاتبين بس منيح اذا اليوم حنطور لابة جديدة اه شو هذا اللي صار بس انا قد رحت هيك ها طيب تطوير اللابة بتوقع انه محرك اللابة جي وان ما عنا غيره احسن منه المنصة هنجرب ننزل لا هي ولا هي هنجرب على هذا على السيجا ميجا درايف او سمينا فينا اوسيس هنفكر نزل عليها بتكلفنا مئة ألف ولكن بتذكر أنا أول ما أعلنوا اللابة أنه هي بتركز للبالغين ألعب للبالغين أو للكبار فقط هنعمل لابة للكبار فقط تصنيفة لحن نشهرنا بلابة مغامرات بقى ممكن نعمل لابة مغامرات كراسي لني جمودة ممكن نعمل لابة سفر عبر الزمن مغامرات إنه إحنا نشهرنا بهذا الموضوع 1G1 T travel جهاز الأخير كان 2 اسمه إحنا هلا بننزل على لعبة هنسميها 2S يعني سبيشال أو آآ travel 2 extreme يعني هذا نفس اللعبة اللي نزلناها على الجيم جير على أساس هننزلها للكبار على السيجا ميجا درايف extreme يعني للحد الأقصى آآ للنوع الأقصى للقوة القصوى على جهاز على التلفاز صار بدل ما يكون على جهاز آآ محمول باليد آآ نشوف إذا الفكرة هتجيب قوة ولا لا على تصميم آآ الموظف تبعي بيقول لي أهلين يا بوس يا رئيس للمكتب آآ لدي براعة في الأمن وأعتقد أنه يمكننا حقا أن نستعين بعض التطويرات الأمنية في مكتبنا لقد قمت بعمل بعض البحوث وأعتقد أنه بإنفاق مبلغ وقدره آآ خمسين ألف سنكون أكثر أمانا مع هذا آآ أنا أنه معي مصاري هأعمل أمن ليش لا وبيقول لي شكرا أنه حينفز الموضوع إذن هو عم يشتغل لموضوع الأمن وأنا عم طور اللابة اللابة بتوقع حتكون نفس اللي قبل من ناحية لأنه هي جزء جديد لأله بس نعمل شغلة نعمل قصة خطية وتخزين لللابة إذن هندفع شغلات زيادة لنطور باللابة أقوى أقوى هدول كله نفس ما هن ما هن غير شي حوارات تصميم ذكاء صناعي هدول هن خليون لأنه اللابة هي مجموعة لجزء جديد هلأ الشي اللي هنساوي هنروح على التسويق وفي تسويق بـ 50,000 في تسويق 150,000 في 500 إذن هنروح على تبع المية وخمسين ألف هالمرة مجلات وعروض تجربية يعني الناس تعمل ديمو للعبة مشان تتحمس لضجة ألمية إذن طلعت بلش تطلع و لوقت ماشي والتطوير الأخير هدول كما بديهون اتنين خمسة أداف أصوات كذا كذا تصميم عالم حسنا مرحبا أنا مراسل في بلانت جي جي طيب لقد سمعنا إشاعة عن شركة تطور لعبة جمهور ناضج هل بسطا اعطان مقابلة عن هذا إجراء مقابلة نعم صار معنا أول مقابلة لغاية الآن شكرا لك على وقتك طيب سنشر مقابلة أسبوع القادم إذن أول مقابلة نشر مع شركة شركة أو مجلة أو إلى آخره نشر مجلة مقابلة مع وفقا المقابلة الشركة أول سهداف لعبين الناضجين عمر المالك والرئيس تنفيذي لشركة قال نحن نعتقد أن اللعبين يبحثون عن محتوى أكثر نطجا لألعاب ونحن على إستعداد لاتخاذ المخاطر لإعطاءها لهم إذن مخاطر عنام المخاطر ولكن نشوف إذا بمش الحال يقول عديد من خبراء صناعة الألعاب أن الألعاب الناضجين عاجلا مجلة تصبح أكثر شيوعا مزبوط هذا الكلام هو اللي صار بيومنا هذا يعني ولكن بأيام زمان كانت الأسة ما معروفة وفضولين الناس لنعرف ما هي ردة فعل السوق لهذه الألعاب إذن تخلص الله بإنهاء بس ما حننزل ها حنخلي أنا والموظف نشتغل عن أنه نخلص الأخطاء خلصنا الأخطاء وحننزل أرقام جيدة سلائية الأبعاد تطورت كثير مستوى مستوى آه بقلشنا نطور كمان مستوى الموظفين تبعنا الموظفين اللي عندك كمان بيتطور يعني لو فينا نسميهم كنا نسمينا أسماء أسماء بأسماء يعني من عنا ولكن ما فينا نسميهم إصدار اللعبة وهلأ بقى اللعبة بنستنى لتطلع إصدارها التقايم الأولية التقايم الأولية دايما بتحطمنا إلا آخر مرة كانت منيحة مش هنيك أتوقع إذا كانت ممنيحة المرة حنزعل كتير بس يلا حاولنا اللي علينا تعووا نشوف التقايم الأولية أول مراجعة بتعطينا خمسة لها متعتها ثاني مراجعة ستة من ممكن يكون أفضل ثالت مراجعة خمسة ومتع في بعض المراحل والأخير عطاهنا أربعة إذن هالمرة المراجعات للجزء الأكستريم على جهاز السيجا ميجا درايف ما كان مثل على جهاز القيم جير الألعاب الأخيرة في حيرة من أمرهم فبدلا من إصدار ألعاب جديدة ذات فكرة جديدة إلى السوق قدر الشركة اللابة تسفر عبر زمامة مغامرة أخرى وهي نفسها أختها السابقة قال أعتقد بأن قد طورت بعض وقال قصير للألعاب السابقة ده موجود أيهاد في التصميم والتقنية آه إذن إنه لحنا نزل اللعبة نفسها على جهاز تاني ما حب الفكرة أنا فكرت هي كانت تصير بعالم الألعاب كتير نزلوا اللعبة على جهاز نزلوا على جهاز تاني بشكل وعشياء يعني ما حبوا الفكرة بس إحنا هلأ جربنا إذن المرة الجاي نركز على اللعبة من غير نوع مو نفس النوع ما بنا نكرر آه وهلأ بلاشت البيع تبعها اللعبة وبهلوقت تعاو نعمل آه نشوف إذا في محرك خاص جديد ما في نفس تبعنا ونجي وحسن شي آه فينا بهلوقت إذن آه عقد ركبست عليه ما لا هلأ كبست عليه إنشاء تقرير اللعبة إذا كبست على هاد هاد بإدار يعملها ولا لا بس أنا إن هاد بإدار يعملها عملنا أنت تقرير وأنا بدي يتدرب الجواهر ذان يفكر لعبة القراصنة ها أعمل هاي مشان أعمل لعبة قراصنة بقى تكون قوية المرة الجاي يلا هاد عميعملنا التقرير آه كتمال القصة مهمة جدا حلو جيد حبل هذا بس عميقولنا لا تعمل نفس الفكرة مرتين بالسوء خلاص فهمنا الفكرة تمام وتعلمنا من أخطائنا بس هلأ عم نجيب أموال ماشي حالة شكلها وإجراء تدريب لهذا ليش ما ندربه دعني أفكر منقويله هالتكنولوجيا أتوقع تبعهم جهاز جهاز التاريخي الجهاز السطور من نينتندو اللي هو جهاز السوبر نينتندو بتتذكروا هاد جهاز بعض الناس مشاهدونه بيذكروا كان جهاز تاريخي جهاز قوي جدا ونزل حتى هاد هذا الموديل كان فيه منه موديل بال كمان شكل تاني كمان شكل حلو إذن أخبار أنه بده ينزل هذا الجهاز وهذا النامج اللي لابتنا القادم أتوقع ليش لا وهذا عم بأوي حاله أنا خلصت يا ترى أحس عنوان جديد شو في عنوين غموض جراحة موسيقى وحقق نزل غموض كثير في شغلاتنا نشتغل فيه والله تم سحب لابت من السوق وتم يلابت لها الأخيار وتم بايع منها تلاتة عشرين ألف وستمية وواحد وخمسين نسخة وجاب لابت لها مية وخمسة وستين ألف أرباح هذا خلص ولا لسه لا يبدو هذا عم أشتغل خلصنا التطوير اكتمال غموض إجراء بحث بس شوف فيه عنوين فاتحة جراحة تاريخ البديل ما حلو ننزل لهون لإدارة المشاريع ألعب متوسطة أو تصميم العالم على مفتوح عالم مفتوح تعالى عملها العام متوسطة هاي كبيرة يعني ممكن أو لا لا عالم مفتوح خلنا نعمل تصميم العالم على مفتوح وهذا نشوف شوف يقدر إجراء بحث بس كمان يعمل هو بحث نفس العناوين عنده صح هطور هاي هي مية وقمسين ألف إدارة مشاريع هيك نطور شغلتين قبل ما ندخل بلعبتنا الجديدة تعالين نطورهم بعدين نفوت بلعبتنا الجديدة نعم أيوا خلصنا واحدة لقد أرجعت بحثاً أول جزء محرك شو؟ أول جزء لمحركك لتكون قادراً على استخدام هذا في ألعبك عليك أن تنشئ محركاً جديداً يتضمن هذا الجزء أيوا بدنا محرك ألعاب جديد نام له يتضمن هذا الجزء ونزلت السوبر نتندو أخيراً هلأ صار فينا نعمل عليها لعبة إذن هلأ لشي ننساوي بس خلينا نخلص هذا يخلص فنوظف فيك على سجل شحن طاقته ونذهب في إجازة في مكان ما أعرف حين إذا أحتاج موظف إلى إجازة حينما يقل معدل كفاءته إذن وقت إيه المعالنة كفاءته بصير بده إجازة تطوير لابة جديدة عقود نشر روحها قد تبع تقدمك في ونجل الفترة ذا الزمن يبدو نتوسع الحديث إنك قد بدت تطوير ألعاب أكبر ألعاب كبيرة صحيح ملاحظاً ما في شي مهم سيهتم برأس المال في المقابل سيهتم بأغلى العائدات لكن ما أنا اللابسة تبيع أكثر من العادة فالأمر يصحق ذلك يعني يبدو أن يمي يعني ينشرون لنا اللابة ويأخدوه مصاري لألون بنخسر مصاري ولكن إذا بعيد أكتر بناخد أكتر وإذا بدك خبرني والعقود بقائمة الموافق بقائمة الأمور موجودة يعني إذا بدنا عقود نشر ما عمفكر هلأ بعقود نشر ولكن أمفكر بهون محرك على مفتوح إذن إذا بدنا محرك على مفتوح 30 ألف قبل ما ساوي إذا بس عملت هيك إجراء بتدريب بس أشوف في شي تاني إجراء بحسوينة والله ما حسابي محرك لسه همفكر بدي يطوره أكتر يعني يطور له هاي معد معنا مصاري كتير نصرف ولا فين نصرف كمعنا شوية نعمل آخر تصميم ولا نستنى للمرة الجاي ولا بتحير يعني أفكر كده أنا أعمل شغلة الموظف يعمل شغلة بعدها نعمل لابتنا يلا تعدي المراحل والموظف تبعنا لا لا متدريب بدي آآ بدي إجراء بحس وبدي إياه يكون تعالي مع تلابة المهم ما يكون في بقى موجود وكزا هاي أنا ويا عم نشتغل ألا بخلصهم آآ ونعمل لابة بقى إنه ما عد فين نصرف أكتر من هيك بس لشوف شغلة بقى إنه أبس خلي خلص خلص آآ محرك خاص في كل هدول أيوا هاي هاد اللي عمفكر المحرك جديد فيه كل هدول معناتها هنستنى على المحرك ما هنعمل محرك هنعمل لابة جديدة تطوير لابة جديدة آآ اللابة هتكون للجميع على السوبر نينتندو أتوقع تعال نشوف قديش سوبر نينتندو الجي وان المنصة السوبر نينتندو قديش الرقصة طبعة خمسين ألف موافق آآ العنوان حيكون حيكون غموض عملنا إحنا غموض ما عملنا غموض غموض ووو وان جي وان آآ آآ تعاون إذا من غموض هم هي مستيرياس هي الغموض بس آآ ما بنا ما عم روحها الكلمات الإجنبية أتذكر بفكرة نطلع من الوان جي وان بقى ممكن نسميها لابة غموض آآ المهم هم أم خدي حد الأيسكوفري فاكتشاف كمان هذا طيب حسمية يعني مثل كلمة عن الغموض شو صغيرة متوسطة اي ما عرفت 590,000 120,000 يلا نانو متوسطة معلش او لا استنى انا معنى مصاري يلا نانو متوسطة غموض اختر التصنيف اه اه ار بي جي اه لا الار بي جي خليها العالم مفتوح وتصير في عنا محرك احسن خليها اي سارة هاي اه سوبر تيس كذا تالي بلشنا بالتطوير لعبتنا جديدة اختر العضو المناسب في المكان مناسب حسب مهارته يحصول افضل النتيجة انت هاي العضو بعض المهام سترى نسبة اجهاد واحاول لتضغط عليهم يعني ما نضغط عليهم اه لا كل جزء حدا بده يساوي لابي غموض القصة مهمة سلوب اللعب يعني قد لهذا القصة همشي انا حساويه لهاي انا حساوي القصة وهذا حساوي هاي وهو حساوي المحرك تمام؟ عرفتوا شلون الفكرة بقى سصير؟ تسحب الزلمة لا ليعمل الشيء المطلوب منه؟ اعمل تدريب كمان ولا؟ اعمل تدريب بنفس ذات الوقت ما انه انا عامل شغل اقل منه؟ المرحلة التانية لابي غموضه اسارة الزكاء الاصطناعي تصميم المراحل ها هاي بدي تكون اقل تكون اعلى اه انا بكتب مني حتى توقع حوارات تصميم مراحل هوه وانا بساوي زكاء الاصطناعي حسنا شكلنا بحاجة لموظف جديد لان العمل هيك حيصير مرهق وهلا هون نعمل تسويق مئة وخمسين الف ودرجة الاعلامية طلعت ووسائل اعلام اخبار مؤتمر الترفيه السنة اعلان فوني شركة الالكترونية العامة قد قذرت لموظف الالعاب بلاي سيستم اذا اا ما اعرف اذا هو هذا البلاي ستيشن وان اصدقا فيه او البلاي ستيشن قبل البلاي ستيشن ايه بس مغيرين بالصورة كأنه ما بعرف اذا ان البلاي ستيشن من شركة سوني اللي هي مسمينا فوني يا سلام بلاي ستيشن محبين بلاي ستيشن بلش يطلع لهم اشياء اشياء اا وشركة سوني تعاونت مع نينتندو مبتكل جهاز الالعاب محبوب سوبر نينتندو ونينتندو اا تطوير ما هو اساسي لسوبر مع محرك اقراص مضغوطة يعني هيصير فيه مثل سيديات اول جهاز استخدم محرك اقراص مضغوطة اول جهاز استعمل سيديات الصحفيين حول العالم جنوا على هالخبر وكذا وكذا وهيك واغلقوا في مشروع مع شريك مختلف يعني الشركة دلشتغل لحاله اشعر ان اتفق توزيع عم الشركتين صالح نينتندو لعطاء سوني الكثير من السيطرة يظهر نهاية الجهاز بلاي ستيشن كم سمينو بلاي سيستم المرحلة الاخيرة الاسوات تصميم العالم الرسومات هو ايه من الرسومات انا بساوي الباقي انا بدي اتعب بس شو بدي ساوي معلش ناخد هيك واحد تتعب يمكن بيزيد الاخطاء عنده انتهت اللابة نستنى بس خلال شهرين الان سيتمسحه من السوق اذا انشهاء جهاز نينتندو حينشال من السوق بعد شهرين انهاء الخبرة المكتسبة سبعة باربعة ما في خبرة كتير كبيرة بس ما بيأثر بس عم متطور يعني منها 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 حلو رسوم تطورنا فيها وظف لان ليتطور اصدار لابة بحث جليل متاع رسوم سناقية الابعاد نسخة تلت رسوم سلاسية الابعاد نسخة واحد ايوا سلاسية الابعاد هاي اللي بنا نعملها محرك بقى ونعمل لابة تكون شغلة فضيعة على البلاي ستيشن ممكن اذا ان هذا صار بده اجازة اعطاء اجازة انه احمر اجت التقايم نعم اجت التقايم طيب هون بدنا ننهي الحلقة وننذكر بالحلقة القادمة حنحاول نعمل اشياء كتير حسب هلا المصاري اللي حتجينا ما بنعرف لولنا شو رأيكم بالكومنت هل هاللابة اللي عملناها سوا هتجيب لنا تقارير هلا عالية ادي تتوقعوا متوسط اللابة خمسة ستة ثلاثة اثنين عشرة ثمانية تمانية ونص سبعة وربع الرقم اللي بتكون اياه لولنا يا بالكومنت اراءكن حلو الحماس وتكون معنا معنا ربع مليون بالكاش تقريبا بس هلأ بننبيع اللابة نشوف ادي حيجينا ازا اجينا ألعاب منيحة نعمل محرك ألعاب جديد سري دي هنحاول نعمل تقنية ثري دي او تقنية ثلاثية الأبعاد و هنحاول نشوف شو بيصير معنا الموظف طبعا حيكون رجع من الإجازة كمان اتوقعوا و نرجع بطاقة جديدة للعبة على البلاي ستيشن تلعب على البلاي ستيشن هنصمم لعبة يا سلام يا سلام والله يعني ماشي بشكل مليح اه بتمنى تكون استمتعتوا ما تنسوا اللعبة هاي معتمدية على اللايك اه مفض على كلمة زادة المفضلة الشير اللايك اه الاشتراكات بالقلام من وراها اللعبة كل ما بزيد الضغط عليها بقى انتو اشتركوا وعملوا عليكم قد ما بتقدروا يعني نشر نحاولنا على رابط فيسبوك تويتر اه بلايك وفولو ريتويت للتويت هاللعبة و يعني نحنا بنحاول قد ما فينا كمان نركز على اللعبة ونحاول نوصل للعالمية فيها قد ما بنقدر كان معكم عمر اول جن جنوان ومع السلامة